جلنا السيارة كبير ما صعدناها للسيارة مسافة أمتار مو موية احنا والسيارة فض مبدأ منها اذا يمكنكم التواصل مع فريق الاعداد على رقم الهاتف اسفل الشاشة عبر تطبيق ايفايبر وواتساب لاستقبال مظلومياتكم وقصصكم اللي يتودون طرحها في برنامج لوكيشن لحق الرد ايضا يمكنكم الاتصال بنفس رقم الهاتف راح نبدأ من القصة الاولى وهي من بغداد شابة عمرها 19 سنة بس يعني شابة صغيرة راحت الى احد مراكز التجميل لاجراء عملية شفو الدهون سووا لها العملية صار ادها مضاعفات بعد انتهاء العملية واللي هي حسب ما تحدثوا اهلها نقص في الاوكسجين بلغوا ذويها بانه يجب ان يتم نقلها الى مستشفى بشكل عاجل مستشفى اخر لعدم وجود اوكسجين في هذا المركز مركز التجميل بالفعل جوي الاهل نقلوها بسيارة وهي تنزف من وصلت الى المستشفى بلغوا ذويها بانه هي متوفية بالطريق يعني بسبب النزف طبعا هذه الحالة تتكرر اليوم بشكل كبير حالات مراكز التجميل وعمليات الشفو الدهون وما الى ذلك هذه كلها دا نسمع انه دا تأدي الى الوفاة خلونا نشوف هذه القصة مع ذوي الشابة المرحومة المرحومة زوجة اخوية عمرت 19 سنة مات عاني من اي امراض سليمة من كل شيء كل ما في الامر عجبها انه تهتم برشاقتها بشيان راح تأكو ووضوع الدهون ما الدهون تسحبه بسيط ومو صعب فراحت تسحب الدهون بهذا المركز الموجود مريد نذكر احنا الاسم بعد سعودها بعد دخولها للمركز تقيبا دقائق مو هوا يعني بعد ما بلشوا بالعملية احنا المركز انتبر ركض ناس تصعد ناس تنزل ناس تطب ناس تطلع انتبر المركز شون الموضوع ما حليش بعدين قالوا يا ابا منو ولا الامور يا ابا احنا وليا الامور يا ابنية اتخربطت نزل الاكسجين عدها زيل يا ابا زيل اكسجين عدتوا شون دوركم انتمركزتوا على شون لعد شون فاتح مركز عدك بنايب الحجم هذا وما عندك اكسجين قالوا هذا الحجش نحش بي ملاحق احنا قلنا اكسجين قالوا جواب السيارة جلنا سيارتنا من نزلت المرحومة سرية شاليها الكمية الدم متنحة شي يعني بوقعنا احنا جامدين الكمية الدم اللي موجودة متنحة يعني ما اقل عاصرها عصر جبنا السيارة بينما صعدناها للسيارة مسافة عمتار مو مو مايه احنا والسيارة رفضنا بدمنا نقلناها لحد المستشفيات اقرب المستشفى اللي قريبة للمركز وصلناها رأسا جراسة وجراسة اكسجين كهرباء قالوا جاب جابية التمتوفية لان نصف الدم بما بي الكفاية هالا الطباء جوا يانا الطباء اثنين وصلوا بس عرفوا بي اتوفيت اختفوا انهزموا انهزموا اضافة ان المركز طبعا موجودة اما دورية واقفة دورية واقفة باب المركز والمستشفياتكو بي هامن زي انتم نشونة حالة من ذول انهزموا وجعبين نفس روح هالروح خارجانة بدمها زي دوركم موان يعني لبنية بتي هي مو تشنتي بتي تساطعاش سنة عمرها بعدها بعض شبابها راحت الهادي المركز تتسوي العملية والعملية طلعوها انثبرة وثبيرة الممر انثبر وابني واقف صاف واني يقولوا ايش مدري اني عمبالة مو مرت الماتت ردوا صاحا وينو ايدان يا محمود ولي امور قالوا اماني قالوا حضر السيارة ليش ادتوا اسعاف ما اقوم المستشفى منو مسوين هاي المركز حضر جاب ابني سيارته خلوها بالسدية يقول غرقة الممر بالدم شالوها بدوها مستشفى فبزيونة اهلية وداها طلعوية دكاترا اثنين اختمل شافوا وما طلق لم المستشفى اللي بزيونة يابا متوفية بالمركز توفت بالمركز هاي البنية اختفوا والدكاترا بوقفت دبني شابح ويلوبح خابر لي البنية متوفية ميتة البنية اللي تاخذون هالفلوس فاطحين هالمراكز وانتو كل شي متعرفون ليش احنا شن ذنبنا وشن ذنبه ببين هالي تيتم يتيم عمره عشر تشهر شن ذنبه انا ناشد مصطفى الكاظمي احنا من جوز منهم من عدهم انا ناشد السيد مصطفى الكاظمي يسوي صورة تحلل هالمراكز هذنى احنا ما عدنا طبنا فاشل طب مو خش طب عدنى انا ناشده ويسمع صاطي هو والسيد عثمار الوزير مالتل داخلية لازم يسدون المراكز وبناخذ حقبتنا احنا اتخذنا كافة الاجراءات القانونية والخطوات وان شاء الله احنا كنا امل بالقضاء العراقي ان يكون منصف لا موكلي اللي هو حاليا القضاء من باب انصفه ومن باب ظلمه حاليا هو اليوم زوجته متوفية يتوقف وفق المادة اربعمية وخمسة وصاحب المركز حر طليق ولاحظه حر طليق صاحب المركز التجميل حر طليق هو والكادر الخاص به احنا قدمنا كل الطلبات اللازمة وقدمنا كل ما عدنا للقضاء وطرحنا الكرب ملعب القضاء واحنا ننتظر منه الانصاف الموكلي احنا كنا امل بالقضاء العراقي اللي يشهد له القاصي والداني متمسكين بالفعل بحقنا القانوني سواء حتى ان كان تنازل هم يعني احنا اكو حق عام حق عام دعوته يعني اذا بقت الدعوة مكيفة المادة اربعمية وخمسة من قانون العقوبات العراقي النافذ فاربعمية وخمسة هي بها حق عام هاي من باب من باب ثاني يعني هو المركز اصلا مموفر كل سبل الامان مركز لا بي اسعاف لا بي قنينة اوكسجين اوكي احنا خلي نقول السيئة اوكسجين ات اليوم مركز طبي مجاز من قبل وزارة الصحة وين سبل الامان اللي من ضمنها اوكسجين انا اليوم مريض اطب المركز طبي هسا انا خلي وجه السؤال الهم ات من تقول نقص الاوكسجين عدت شن دورك من قلت ما اقدر الها الاسعاف اللي عدت وين هتتنقلها انا اليوم وزارة الصحة من تطين تخويل الى مركز طبي غير ات اكد ان هذا المركز من الطيء اجازة ات اكد ان هذا المركز رح يكون يعني مطابق للشروط الصحة والسلامة بما انهم يمثلون الصحة والسلامة لا اوكسجين لا اسعاف يعني متوفية بالمركز يقولوله والله تخربطت اوكسجين هنزل ياخذها بسيارته صايرة دائرة يا وزارة الصحة